كما أكد شكري أن مصر ستواصر عبر معبر كرم أبو سالم إرسال المساعدات الإنسانية نظرا للعمليات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح كما شدد أيضا على ضرورة مواصلة إدخال المساعدات وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني قضايا المرتبطة بنفاذ المساعدات الإنسانية والإجراءات الضرورة اتخاذها وأيضا مراعاة الأوضاع على الحدود المشتركة وهذا يأتي في إطار طبيعي من التنصيق لمحاولة إدخال أكبر قدر من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني المعبر رفح تم إغلاقه نظرا لأنه أصبح مصرح عمليات عسكرية تراشخ في مباين المحاربين لم يكن من الملائم حفاظا على حياة السائخي شاحنات وحياة العاملين في مجال الإنساني أن يظل وسيلة لنفاذ المساعدات والعملين في المجال الإنساني لما قد يتعرضون إليه من استهداف ومواجهة الأضرار المرتبطة بهذه الأعمال العسكرية لكن في نفس الوقت نحن نحرص على توفير المساعدات والآن من وسائل منفذ الإسرائيلي كرب أبو سالم رغم أنه تكنفه كثير من الصعوبات ومن هنا أهمية معبر رفح وأهمية إعادة تشغيله وأهمية أن لا يكون محل للصراع العسكري إذا كان هناك اهتمام حقيقي بالأوضاع الإنسانية في غازيا